وصلت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع الجهاز الوطني للإيرادات تكثيف الحملات التفتيشية على المحلات والمنشآت التجارية استمراراً للجهود المبذولة منذ تطبيق قانون تعديل نسبة القيمة المضافة مطلع العام 2022 وقد جرى تفتيش 40 محلاً ومنشآتاً تجارية في مختلف محافظات المملكة وذلك للاطلاع على انتثال المنشآت التجارية لتطبيق القيمة المضافة بنسبتها الأساسية المعدلة ونشر الوعي بالآليات الواجب اتباعها على النحو الذي يكفل مصلحة المستهلك بشكل رئيسي وكجزء من إجراءات التفتيش والرقابة الاعتيادية على المنشآت التجارية في المملكة وأسفرت الحملات التفتيشية عن رصد 28 مخالفة تستوجب فرض الغرامات الإدارية التي قد تصل إلى عشرة ألاف دينار بحريني وفقاً لقانون القيمة المضافة إلى جانب رصد بعض الحالات التي قد تعد من حالات التهرب من القيمة المضافة وفقاً لقانون القيمة المضافة الذي قد يستوجب غلق بعض المحلات تحفظياً وبناء عليه فإن الجهاز الوطني للإيرادات بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة ترجمة نانسي قنقر